جهود مكافحة الفساد متواصلة إذ تمكنت هيئة النزاهة من تحجيم الهدر بالمال العام عبر إعادة المليارات من الدنانير إلى خزينة الدولة في غضون ذلك فإن مذكرات الاستقدام وإلقاء القبض ورصد مخالفات في أقيام بعض المشاريع إلى جانب إعادة ملكية الكثير من العقارات إلى الدولة ملفات حظيت باهتمام بالغ في عمل الهيئة ارتفاع وطيرة العمل بالنسبة لهئة النزاهة أثبت وجود أن هناك عمل حقيقي وواقع على أرض الواقع وشاهدنا في الأون الأخيرة كان هناك أمر استقدام بقرابة خمسين أمر استقدام بخصوص الدرجات خاصة ووزراء وكذلك القبض على أكثر من ثلاثمين شخص كان هناك مئة وخمسين بالجرم المشهود والتوجه إلى الدوائر الخدمية باعتبار أنهم تماس مباشر مع المواطنين وهذا بحث ذاته ويثبت أن هناك عملية حقيقية التي تشيف منابع الفساد ستراتيجية وهيئة النزاهة في الأونة الأخيرة تتمثل بإلقاء القبض على المتهمين بالجرم المشهود خطوة متقدمة في محاربة الفساد بشقيه المالي والإداري يتزامن هذا مع نشاط خارجي باستعادة أموال ومدانين بقضايا فساد من خلال تعاون إقليمي ودولي ساعة هيئة النزاهة بشكل متواصل لملاحقة ملفات فساد خطيرة على سبيل الحصر هناك عملية استرداد لفاسدين من خارج العراق كما استطعت أيضا أن تبرم اتفاقات ومعاهدات مع أولا دول جوار إقليمية ودول أخرى قد تكون صديقة وشقيقة لمتابعة ملفات الفساد كما أن الأمر الآخر هو عملية التعاضد مع بعثة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومنظمات دولية بالشفافية لملاحقة ملفات الفساد ويحظى ملف مكافحة الفساد في العراق بين الحين والآخر بإشادة دولية لما تحقق من إنجازات سواء على مستوى إعادة الأموال وتقديم الفاسدين للقضاء الذي يعد هذا الملف من الأولويات الخمسي للبرنامج الحكومي أثير عادل العراقية الإخبارية بغداد